أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية نستهلها بسورة القمر الاصطناعي التي توضح لنا أجواء مستقرة عموما وصافية إلى قليلة الصحب نوعا ما على أغلب المدن الشمالية حتى على الجنوب الكبير نمر مباشرة إلى حالة التقسى المرتقبة لظاهرة اليوم وبعد انقشاع ضباب الصباحة نرتقب سماء مستقرة ومشمسة على كل المدن الساحلية تشكون مغشة جسئيا بالمدن الداخلية للوطن تشكل رعود منعزلة على الخط الرابط ما بين البيض حتى النعامة والتي تتجه نحو بشارج ومغشات وشبه رعدية على شمال الصحراء حتى مرتفعة الهجار والتسلي لكن يبقى التقسى مستقر ومشمس على أغلب المدن الجنوبية زوابع رملية أيضا موسمية ستنشط بالصحراء الوسطى وحركة رياح تكون ضعيفة نسبيا درجات الحرارة القصوى لظاهرة اليوم تصل بإذن الله إلى حوالي 32 درجة على بني الصف وهران حتى مستغانة 32 درجة بالجزائر العاصمة تيبازا شرشال بومرداس والبليدة 30 درجة على عنابة وسكيكدا حتى قسنتينة 31 درجة على منطقة بجاية وجيجل 30 درجة على منطقة سطيف حتى ندية والتيارة 34 درجة على منطقة تيزيوزو ومنطقة قلمة في حين سنسجد 32 درجة على تلمسان 36 درجة بغريزان سيدي بالعباس وشلف 38 درجة بالأغوات 34 درجة على معسكر 36 درجة ببوس عدال بي 30 درجة 38 درجة على الأغوات و32 درجة على بطنة في الجنوب سنسجد 39 درجة بالوادي 41 درجة بورقلا وحاسم سعود 42 درجة على غردايا 38 درجة على بشار 44 درجة على منطقة تندوف 45 درجة على أدرار 47 درجة بعين صالح كألمي قياس في حين سنسجد 36 درجة على تمنرس 42 درجة بإيليزي وجانت و40 درجة بأقسى الصحراء كعنقزام وبرج باجي مختار وعن الوضعية الجوية المتوقعة لليلة اليوم ليلة السبت للأحد نرتقي بجواء مستقرة والصوفية عموما على كل السواحل الوطنية حتى المدن الداخلية وصولا للجنوب الكبير مع تشكل صحب كتيفة نوعا ما على مرتفعات الهجار والتسلي بالنسبة لحركة الرياح تكون ضعيفة إلى معتدلة أحيانا درجة الحرارة الليلية تصل بحور الله إلى 20 درجة على وهران مستغان محطة لمسان 21 درجة بالجزائر العاصمة تيبازا بومرداس والبليدة حتى عنابة بجاية جيجرس كيكدا عنابة أقول ومنطقة قلمة 16 درجة على منطقة السطيف وبتنة 19 درجة بتيزي وزو 17 درجة على منطقة تيارة الجلفة 18 درجة البيت أيضا 18 درجة 23 درجة بالأغوات 28 درجة بغردايا 26 درجة ببشار 25 درجة بالوادي 27 درجة بورقلا وحسن سعود 25 درجة بإيليزي حتى جانت 28 درجة بعين صالح وأدرار 25 درجة على تندوف 28 درجة 27 درجة على أقصى الصحراء كعنقزام وبرج باجي مختار نسهد بكم مشاهدين إلى حالة البحر لنهر اليوم سيكون قليل الاضطراب على السواحر الغربية بسبب ريح تكون غربية إلى جنوبية غربية تتروح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم في الساعة أما على السواحر الوسطى والشرقية يكون البحر قليل الاضطراب نتيجة ريح مختلفة لتجاه إلى شمالية غربية تتروح سرعتها ما بين 15 إلى 25 كم في الساعة مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال تقصي ظهيرة وليلة اليوم وله أعلم شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله